لم تكن الذكرى الخامسة والسبعون لقنبلة هيروشيما لتمر من دون إحياء ولو بالحد الأدنى حضورا ومراسيم بسبب تفشي فيروس كورونا في متنزه السلام وسط هيروشيما قرعت الأجراس يسميها اليابانيون أجراس السلام بعد تقييد أعداد الداخلين وفق إجراءات احترازية أحييت الذكرى بحضور رئيس الوزراء ومن بقي حيا من الناجين وذويهم وعدد محدود من الضيوف ومن دون مدعوين من خارج البلاد للمرة الأولى قيل يومها إن شيئا لن ينمو في هذه المدينة لمدة خمسة وسبعين عاما ومن هنا تأتي الأهمية الإضافية لإحياء الذكرى هذا العام فالمدينة بعد خمسة وسبعين عاما تعافت ونمت وازدهرت وأصبحت رمزا للسلام بحسب قول رئيس بلديتها وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح الضحايا في نفس توقيت إلقاء القنبلة عند الساعة السادسة والربع من صباح السادس من أغسطس عام 1945 محيت المدينة أوكادت بقنبلة ذرية واحدة سميت الولد الصغير ألقتها طائرة أميركية من طراز بي 29 قتلت نحو نصف سكان المدينة البالغ عددهم آنذاك 350 ألفا ودمر كل شيء بعد ثلاثة أيام على أول قنبلة ذرية في التاريخ قصفت مدينة نجزاكي اليابانية بأخرى مماثلة قتلت هي الأخرى خمسة وسبعين ألف شخص استسلمت اليابان بعدها بستة أيام اشتركوا في القناة